السلام عليكم اليوم بدنا نعمل مشاطيح كتير طيبين بدنا نعملون بالفرن الحجر القديم ايه بالفرن الحجر القديم ورح نعملون بالتنجرة كيف هيك؟ طبعا رح علمكم عهيد الطريقة الرائعة لتعطينا نكهة كتير مميزة وتحسوا حالكم انه فعلا عندكم فرن حجري قديم بقلب البيت مع انه ننكردوا هالأيام انا رح نبلش هلا بمقادير المشاطيح حطيت 2 كوب من الطحين حطيت ملعة ونص من السكر حطيت خميرة ملعة خميرة ونص ملعة من الملح وحطيت ايضا نص ملعة من المحلب فيكنوا تحطوه اذا كان موجود واذا ما كان موجود مش مشكلة يعني هو بيعطينا نكهة رح ننزل الينصون متل ما شايفين ورح ننزل حبة البركة حطيت تقريبا ملعة ونص من الينصون ملعة ونص من حبة البركة رح نخلطن كليتن بقلب بعض هلا رح نحط زيت 3 رباع من كوب الشاي رح نحط زيت طبعا رح نخلطن كلهم طبعا بقلب بعض قبل ورح نزل الزيت انا حطيت بها هيدا الكوب زيت شايفين كوب الشاي العادي ورح نحط 3 رباع من المي هلا اذا حصيتو انو الطحين رخو فيكن تزيدو اذا حصيتو العجيني رخوي فيكن تزيدو الطحين واذا حصيتوها تقيلة فيكن تزيدو الماي طبعا انا هيك دايما بقول لانو نحنا نعطي مقادير مظبوطة بس اوقات في ناس بطلع معنى المقادير غلط بقولوا انو ما زبطت المقادير بالمرة وطلعت العجيني منا مظبوطة فيمكن لانو الطحين من بلد لبلد بيختلف ما بعرف فدايما انا بحب اعطي ابسط الامور وبحب طبعا اعطي دايما حلول انا هون طبعا بلاشت بالعجين فيكن تعجنوهم بالعجين الكهربائي ولكن هنا انا عم قدم ابسط الطرق لكل طبعا شريقها المجتمع انا هيك على طول بحب قول وانا بالعادة بحب اعجن على ايدي متل ما شايفين الان انا حاسي العجيني منا كثير مسكي على بعضها ولكن هلا انا عم بعجين هلا بشو شو رح نعمل رح سقيها للعجيني بالحليب هيدا الحليب عندي يعني بلا ما نجيب الماي ونسقي العجين بالماي رح نسقيها بالحليب بهيدا الشكل اللي هيك بيعطينا نكهة اضافية نكهة طيبة ومن احنا بنكون استغنينا عن الماي رح نعجنن كلهم بقلب بعض كله كله رح نعجنه بقلب بعض متل ما شايفين اذا اول مرة بتدخلوا على القناة والمحتوى عجبكن ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك اذا حبيتوا المحتوى طبعا بيكبس كلمة اشتراك اسفل الفيديو بهيدا الطريقة هتكونوا اشتركتوا لايكوا هلا العجينة تقريبا صارت جاهزة عندي بس قابل بدي سقيها بعد بشوية من الحليب متل ما شايفين يعني متل ما شفتوا طريقة كتير سهلة وحتى العجن منه صعب بس بدنا نحب انه نحنا نشتغل شي لعيلتنا بيدنا منشتغل من كل قلبنا وبيطلع معنا الشغل مظبوط مية بالمية هلا انا هون تقريبا عجنتي جهزتا وراح حط هلا الاطحين على جنب بهيدا الشكل متل ما شايفين وراح بلش قطع بالعجين بس رح ديف شوية من الطحين لقدر قطعه بطريقة مظبوطة رح نقطع العجين ونحطه على الطحين طبعا فيكن المقاس اللي بدكنية فيكن تزغروهن اكتر فيكن تكبروهن اكتر بس اكيد مش كتير كبار لانه نحنا بدنا نعمل الفرن الحجري على ايدنا بالبات من خلال او من بواسط طنجرة فما بدنا كتير نكبرون نحنا طبعا هلا بدنا نعملون للمشاطيح بطريقتين بطريقة الزيت يلي هو ما رح نعمله بالفرن الحجري اللي نحنا بدنا نعمله وبطريقة الزيت طبعا لنا انه بدنا نعمله بطريقة الزيت بالمقلاية وبطريقة تانية اللي هو بدو يكون العجين ناشف كيف انا هيكي عمقول طبعا رح فرشيكم خلال المتابعة انا هون اعطيت مساحة بين العجين طبعا ورح نحط فوتا هيد الفوتا حطت عليها رتبطة بماء دافية رح نحطها تقريبا شي نص ساعة ليخنوا بهيدا الوقت انا جبت الطنجرة وجبت الحجر هيدا الحجر انا نقعته 24 ساعة بالماء لحتى نزل منه كل الاتريبي اذا كان في رمل او كان في شي بدي حطه هلأ بعد ما حطهم كل ايتهم بهيدا الشكل بدي حطه على النار لاحصل على الريحة اللي بده تطلع منه بهيدا الوقت انا حطيته على النار ورح جهز عجينة الزيت يلي هي بجراش نحنا منقول في مشاطيح خاصة عنا طبعا بيقلولا بجراش ما بعرف بغير بلدان شو بيقلولا المشاطيح بجراش بيعملوها بهيدا الطريقة اللي انا عم بعمله بطريقة الزيت بكاترولا زيت طبعا انا رحت على الفرن وشفت طريقتهم بكيفية العملين بكاترولا زيت بهيدا الشكل لحتى تطلع عندهم عجينة كتير منيحة وطبعا هيدا الموضوع بيعود للشخص او بيحب يعمل هيدا العجينة او بيحب يعملها ناشفة كل حدا بيعملها بطريقة شكل وحسب الازواء اكيد انا هون حابة تقدم طريقتين طريقة المشاطيح الناشفة يلي رح نعملها بالفرن اللي نحنا بدنا نخترعه هلا وعم نعمل كمان بدنا نعمل المشاطيح البجراش بطريقة المقلاية يلي طريقة كتير سهلة انا هون عندي سخنوا كتير الحجار وطلعت ريحتهم كتير حلوي وبتعقد هلا رح نحط على جنب نحط العجين على جنب التنجرة التنجرة بس بدنا ننتبه لانه التنجرة كتير سخنة لانه هلا بعدها كانت على النار وحتينيه طبعا هلا بدي ارجع شيلا وبدي حطها على النار من جديد لحتى طبعا يستو كلهم مع بعض ورح يطلع عنا مشاطيح طيبين كتير وماخدين ريحة الحجر القديم يعني بهيدا الوقت ريحة المطبخ عندي بتعقد هيكي كأنه حدا فيت على فرن في حجر قديم ريحة كتير حلوة مع ريحة الينسون ومع حبة البركة فاعتوهنا ريحة كتير رائعة وجميلة جدا هلا انا هون طبعا احبابي متل ما شفته بلشنا نحطهم بالتنجرة على جنب يلي رح يشتوا كل ييتهم بطريقة كتير مميزة كمان هوني انا هون هايدي العجيني كبرتها شوي حبة تكبرها شوي شفته كيف كمان هلا بقي بس بدي فرجيكم قرب شوي التنجرة وبدي فرجيكم كيف لايكو هون كيف بلشت تبقبق او بلل انا خامري فبلشت العجيني حجمة يكبر هدا انو العجيني زابطة 100% وخامري وطريقتها كتير مزبوطة وبقي هايدي الصغيري كمان عجيني صغيري كمان رح نحطها بهيدا الشكل هلا بدي فرجيكم طبعا بس يستوي تستوي العجيني كيف بدا تصير لايكو ما شاء الله رائعة رائعة وريحة بتعق تصدقوني اكيد الريحة وسط لعندكم ريحتهم بتجن انو اكيد شهايتكن لايكو ما شاء الله رائعة 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 بنصحكم تجربوها عندكم بالبيت واذا ما حبيتوا هيدا الطريقة رح علمكم طريقة تانية يلي يمكن حتحسوها اسهل بالمقلية مع الزيت لايكو كمان هون كيف صاروا يعني صاروا كتير رائعين وطعمتهم بتشهي هون بدنا نبلش نعمل المشاطيح اللي بالمقلية حطينيهم بهيدا الشكل حطينا الزيت بالمقلية العادية ورح نبلش نحط العجين ليه حطينيهم بالزيت ما بدنا نغلبت العجين ناشف اللي تركنيه ناشف حطينيه بالطنجرة وفيه زيت بدنا نحطه بالزيت لانه بحال غلبتنا اذا حطينا زيت على العجين كتبنالو زيتو حطينيهم بالطنجرة اللي عملناها متل الفرن الحجري ما رح يصبطوا بالمرة معانا ما رح يلزقوا فما تغلبتوا وانتبهوا كتير من حلق هون متل ما شايفين احبابي انا حطيتهم بالمقلية طبعا بعد ما سخنت المقلية سخنت شوي زيت لايكو كيف بلاشوا ينفخوا بدي فرجيكم بس من تحت كيف القوام طلع لايكو ما شاء الله رائع وريحتهم غير شكل هلأ ما تقولي لي جمانا كتير فيهم زيت انا بقلكم ايه كتير فيهم زيت لانه هني بينعملوا بهيد الطريقة طريقة البجراش هيكي بينعمل مشاطيح البجراش وهيدي النتيجة النهائية هيدا العجين او هيدا المشتاح نحنا عملناه على الطنجرة ريحته ريحت الحجر الرائعة بتشق القلب وهيدا عملناه بالمقلية رائع جدا طعمته رائعة لايكو ما شاء الله القوام رائع جدا شوفوا ما شاء الله من الداخل شفتوا كيف طعمته بتجنن ان شاء الله يا ربكم قدمتش حلو عجبكم ويا ربكم دايما اتحسن زانكم انا بحبكم كتير ما تنسوا لايك للفيديو واكيد شير لانه بيستحق شير لايستفيد كل الاصحاب بحبكم كتير الى اللقاء باي باي انا بحبكم شكرا